السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث البدائي في شرح منهج الترم الثاني معنا نهاردة يونيت 7 الوحدة السبعة من أين أنت هننزل كده مع بعض على الدرس الأول هنبدأ بالكلمات عندي هنا تشينا دولة الصين تشينا تشينا إيجبت مصر مرحبا صديق منزل سعيد عندي كلمات إضافية عندي اسم هلو أهلا هلو هلو هنا هنا تشيلدرن 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 أطفال هنا عندي اختبار قصير مطلوب مني انظر واكتب الكلمات عندي هنا كلمة صديق هنا هنكتب فريند فريند اوكي عندي الصورة التانية تشينا لها الصين تشينا تشينا سي اتش آي ان اي اوكي عندي الكلمة التالتة مرحبا 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 اوكي ننتقل مع بعض هنا مديني الفلاج العلم الفلاج والكانتري الدولة والناشنالتي ناشنالتي ناشنالتي الجنسية يبقى عندي ثلاث حاجات فلاج العلم كانتري الدولة ناشنالتي الجنسية يعني مثلا هنا مديني عالم مصر الدولة ايجيبت الجنسية ايجيبشن يبقى ايجيبت مصر الجنسية ايجيبشن عندي هنا عالم الصين ترينيز كمان عندي هنا فرانس عالم فرانس وعندي جنسية فرنش فرنش كمان عندي عالم أمريكا وجنسية أمريكان أمريكان يبقى هنا I am from إيجيبت أنا من مصر أنا مصري I'm from إيجيبت I'm Egyptian I'm from France أنا من فرنسا I'm French أنا فرنسي From America I am American I'm from China أنا من الصين I'm Chinese أنا صيني تعال كده ننزل مع بعض عندي المحاسة لعندي Hany and Hannah Amira and Yusuf are at Mrs. Wan's house في منزل Mrs. Wan's Is Mr. Wan from Egypt هل Mr. Wan دا من مصر تعال كده نشوف مع بعض This is the house of my father Friend دا منزل صاحب والدي أو صديق والدي Mr. Wan Here are his children وهنا أطفال Their names are Leewi and Zanjimin اسمهم Leewi و Zanjimin Hello Leewi and Zanjimin Hello أهلا Where are you from من أين أنتم We are from China We are from China نحن من الصين We are Chinese نحن صينيين Where are you from من أين أنت We are from Egypt نحن من مصر We are Egyptian نحن مصريين Welcome to Egypt أهلا بكم في مصر نبقى Welcome to معناها أهلا بك في Thank you I'm happy to be here أنا سعيد إن أنا هنا أوكي تعال بقى نخش على الأسئلة على الدرس الأول هنا عندي باب كوز He is هو يبقى أنا هنا عايش جنسية He is American هو American ما يفعلش أقول He is Egypt هو مصر أو هو الصين يبقى He is American Welcome قلنا welcome بتاخد حرف الجارة تو يبقى Welcome to Egypt I am from I am Chinese I am from أنا من China من الصين يبقى أنا Chinese صيني نبقى 4 I am from Egypt أنا من مصر I am Egyptian أنا مصري نبقى 5 Where are you from Where are you from I'm from France من أين أنت أنا من فرنسا وي طبعا يبقى يبقى We are from China نحن من الصين I am from I am American أنا أمريكي يبقى أنا من أين أنا من أمريكا يبقى I am American I am from America I am American أوكي أنا عندي سؤال عن دول الشخص لما أقول لحد أنت منين بقول له Where are you from Where are you from هو هيقول I am from ويجيب اسم البلد بعدية Where are you from I'm from China أوكي وينك كتب لك لاحظ أن I am بختصرها إلى I apostrophe M طيب التحدث عن الجنسية لما يتكلم على جنسية حتى أقول له ما جنسيتك بقول له أقول إيه I am from France I am French أنا من فرنسا أنا فرنسي They are from America هما من أمريكا They are American هما أمريكي عندي هنا سؤال read the order and write اقرأ رتب واكتب طيب تكوين السؤال من أين أنت هنقول Where are you from يبقى Where are you from من أين أنت هما هنا قال I am from America يبقى I am from America أنا من America أمريكا 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 She is French هي فرنسية يبقى She is French طبعا إنجلسيات دائما بتبدأ بكابتال letter number four He is from China He is from China هو من الصين أوك تعال كده مع بعض هنا ده جزء خاص بالwriting ولكن هنا عندي activities أنشطة lesson one على الدرس الأول read and fill in the gaps اقرأ واملأ الفراغات مديني كلمة name معناها اسم وإيجبت معناها مصر وwhere أين طيب هو هنا سأل السؤال are you from يبقى هنقول where are you from من أين أنت where are you from I am from أنا من إيجبت مصر أوكي تعال على سؤال الثاني read and match a usb اقرأ ووصل a مع بي welcome to أهلا بك في welcome to إيجبت أهلا بك في مصر يبقى دي number one she is from france هي من فرنسا يبقى she is she is from france she is french هي من فرنسا يبقى هنا number two they are from china هما من الصين يبقى they are chinese هما صينيون يبقى هنا رقم three I am happy أنا سعيد to be here إننا نكون هنا number four هنا four okay سؤال الثالث look read and complete انظر أقرأ وأكمل أمريكا chinese صيني house منزل هنا من نقول this is my هذا my house هذا منزلي he is from أمريكا وده من أمريكا إحنا قلنا he is بجيب بعدها اسم البلد he is from واجيب اسم البلد سؤال الرابعة read and choose the correct answer between practice he طبعا هي بتاخد is يبهي is chinese هو صيني I am from france أنا من فرنسا I am french يبهي أنا francy she is she is chinese هي صينية number four are egyptian طب اللي بياخد are طبعا you you are egyptian يعني أنت مصري number five I am from أنا من أنا من إيه أنا عايز بلد البلد اللي عندي egypt I am from egypt أنا من مصري number six where you from where are اللي يبتاخد are نكمل مع بعض هنا عندي سؤال ترتيب read order and write اقرأ ولا ترتيب where are you from من أين أنت يبهي where are you from من أين أنت سؤال ثاني I am from egypt أنا من مصر سؤال ثالث she is french هي fransية يبقى she is french سؤال الرابع we are chinese نحن سنيون يبقى we are chinese تعال في سؤال سادس read and complete the text with the word from the box اقرأ وأكمل النص بكلمات من البوكس عندي ثلاث كلمات دول chinese صيني egyptian مصري وايجيبت مصر هنحطهم في النص اللي عندي يوسف and zanjimin are friends يوسف is from يوسف طبعا من egypt from egypt من mصر he is egyptian zanjimin is from china he is chinese cinesi يبه هو ايه من الصين وبه صين السؤال السابع look and write a sentence under each picture انظر واكتب جملة تحت كل صورة هنا مثلا نسملي حد من الصين ممكن نقول he is from china هو من الصين او ممكن نقول he is chinese او 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 بيقول ايه i am happy انا سعيد to be here ان انا اكون هنا او كي تعال في سؤال التام look and scramble and write انظر واعد ترتيب الحروف واكتوب الكلمة اندي صورة على مصر ومديني كلمة ايجيبت بس مكتوبة بالملغبط هنصححها كده ايجيبت هنا china صين وهنا فرانس فرانس سؤال الترقيم اوضاع علامات الترقيم للجملة الات هنبدأ ب و وهنا طبعا كوس مارك علشان ده سؤال هننتقل الى درس التاني و عند الدرس ماذا تتناول على الافطار what do you have for breakfast تعال نبدأ بالكلمات عندي فول الفول الفول تي شاي تي تي بريد بريد الخبز ملك 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 اللبن يبقى ملك اللبن و بريد خبز و تي شاي الفول اللي هو الفول اوكي عندي كمان موفن موفن كعكة سفنجية موفن موفن ثالافل 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 اللي هي الفلافل اللي هي الطعمية هوت شوكليت هوت شوكليت هوت شوكليت مشروب شوكولاتة ساخن نوديلز 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 النوع من انواع الماكارونة اللي هي عمنا زي الشعرية كده والاندومي talking about your breakfast ازاي تتكلم عن فطارك what do you have for breakfast لما اجي اسأل حد بتاكل ايه على الفطار يبقى له what do you have for breakfast what do you have for breakfast for breakfast على الفطار I have noodles I have noodles بتناول النوديلز هنا عندي اشخاص بتتكلم على الفطار بتاعهم عندي اول واحدة بتقول my name is mary اسمي mary i'm from france انا من فرنسا for breakfast على الفطار I have hot chocolate and french bread انا بتناول مشروب شوكولاتة ساخن وخبز صيني I am mark انا mark and i'm from امريكا وانا من i'm american انا من امريكا for breakfast على الفطار I have a muffin بتناول كعكة اسفنجية and a glass of milk وكوب لبن هنا my name is wangman اسمي wangman and i'm chinese وانا صيني I have chinese tea بتناول شاي صيني and noodles for breakfast وبتناول المكرونة على الفطار I am waleed انا وليد and i'm egyptian and i'm masuri I like to eat full and falafel بحب اكل الفول وال falafel for breakfast على الفطار اوكي وهنا عندي how to say the countries in american sign language كيف تقول الدول بلغة الاشوارة الامريكية اوكي عندي هنا باب كوز read and fill in the gaps اقرأ واملأ الفراغات what do you have for breakfast ماذا تتناول على ال breakfast على الافطار وليد I have full انا بتناول full and falafel full وإيه وفلافل اوكي تعالى سؤال التاني read and match a with b اقرأ ووصل a مع بي what do you have for breakfast ماذا تتناول على الافطار يبقى هلين number one I have hot chocolate بتناول مشروب شوكولاتة ساخن and french bread وخبز صيني number two I like انا احب to eat and ااكل full and falafel بحب ااكل full والفلافل سؤال التالة read the passage and choose the correct answer اقرأ الكتعة واختر الاجابة الصحية my name is ماري اسمي ماري I'm from France انا من فرنسا I'm French انا فرنسية for breakfast I have hot chocolate and french bread my friend Mark is from America for breakfast he has a muffin and a glass of milk صديق مارك من امريكا بيحب يأكل على الافطار كعكس فنجية وكوب لبن mary is mary is ايه طبعا هنا french اهو يبقى هنختار french mark has mark معاه او بتناول ايه على الافطار على عند مارك هنا اهو بتناول muffin and a glass of milk يبقى نختار muffin for breakfast على الافطار mary has مارك بتناول ايه hot chocolate يبقى hot chocolate اوكي سؤال رابع read order and write اقرأ ورتب واكتب i have انا اتناول هف يعني اتناول a glass cube a glass of milk اتناول كوب من اللبن number two he is from france هو من فرنسا he is from france هو من فرنسا number three what do you have for breakfast what do you have for breakfast ماذا تتناول على الافطار بس شمار سؤال الرابع i like to eat full i like to eat full احب ان اتناول الفول تعالا نخش على listen درس الثاني part two جوز الثاني عندي هنا الكلمات هنبدأ ب german 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 اللغة الالمانية writing writing الكتابة mass mass الحساب او الرياضيات اوكي بعد كده عندي music music الموسيقى music science science العلوم science science arabic arabic اللغة العربية reading 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 الكراءة english english اللغة الانجليزية art 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 الراس social studies social studies social studies دراسات اجتماعية social social studies social studies عندي تربية البدنية be or physical education be or physical education يعني هي الكلمة physical education اختصارها الى be باخد اول حرف في كل كلمة يعني خدت الbe من physical وخدت الe من education عندي كلمة اخرى عندي volleyball volleyball كرة الطائرة day of day of day of يوم اجازة musical instrument musical instrument musical instrument الى موسيقية geography 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 around around حوالي piano listen piano listen piano listen حصة piano او درس piano club النادي finish finish ينهي finish ينهي او ينتهي اوكي هنا عندي بقى كل واحد بتكلم على نفسه تعالى نغرأ كده مع بعض hi اهلا i am mark انا mark i am american انا امريكي i start school ببدأ المدرسة at 8 o'clock ساعة 8 in the morning في الصباح we have writing a math عندنا كتابة وحساب then ثم music or PE موسيقى او تربيه بدنية we have lunch at 12 بنتناول الغداء الساعة 12 then in the afternoon we have science بعض الظهر بقى بيكون عندنا علوم and read اقراء we finish school at around three بنخلص المدرسة الساعة او انجلش we have lunch from بنتناول الغداء من الساعة 11.45 to 2 o'clock we finish school at around 4.30 بنخلص المدرسة الساعة 4.30 on saturdays on saturdays في ايام السبت we have school in the morning and دنا مدارس في الصباح but we don't have school on wednesday and sundays مش ما عندناش مدرسة يوم الاربع او ايام الحد hi we finish school at around the two بنخلص المدرسة الساعة 2 then we have lunch at home ولكن بنتغدى بالمنزل after school i go to the club to play volleyball بعد المدرسة بروح النادي العب كرة الطائرة we have no school on fridays and saturdays ما عندناش مدرسة يوم الجمعة ويوم السبت hi i am wangman اهلا انا wangman i'm a chinese انا صينية i start school at 7.30 ببدأ المدرسة سبعة ونص in the morning we have writing and math في الصبح عندنا كتابة وحساب والجيغرافي وجغرافيا and english we have lunch بنتناول الغداء from two twelve o'clock من الساعة تماشر to two o'clock للساعة اثنين we finish school around six بتخلص مدرسة الساعة ست after school i do homework and have piano listen بعد المدرسة بعمل الواجب وياخد درس بيانو we have no school on sundays ما عندناش مدرسة يوم الحد هنا عندي activities on listen too انشطة على الدرس الثاني هنبدأ كده مع بعض read and match a usb اقرأ ووصل a مع بي who goes to the club after school من بيروح المدرسة بيروح النادي بعض المدرسة دي number one هنا one we have no school we have no school ما عندناش مدرسة on sundays في ايام الحد طبعا number two i finish school at بخلص مدرسة at around three حوالي الساعة الثلاثة i like to have noodles for lunch بحب اتناول noodles الشعرية على الغداء يبقى number four هنا look read and complete انظر وقرأ واكمل عندي reading كراءة english اللغة الانجليزية music اللغة الموسيقى music الموسيقى i like بحب ايه بحب ايه الموسيقى حصة الموسيقى يبقى هنا music she is reading a story هي تقرأ قصة يبقى she is reading a story يعني هي تقرأ القصة نكمع بعض حضرات هنا عندي سؤال read and choose the correct answer between practice اقرأ واختر الاجابة الصحيحة بين الاقواس السؤال الاول who or what or where has music in the morning هنا هنا سألت عن هنا هنا بسأل عن شخص السؤال عن شخص بسأل به who has music من لديه موسيقى في الصباح i school at 8 o'clock i a i play school بلعب مدرسة start ابدأ make اصنع طبعا i start school ببدأ المدرسة الساعة 8 number three i have chinese food انا عندي طعم صيني بتناول طعم صيني for breakfast على الفطور number four we don't school on friday we don't have ما عندناش مدرسة يوم الجمعة number five we have german طبعا قبل عيام السبوع باستخدم on يبقى on mondays i like to wear i like to wear ارتدي ولا ايت ولا اشرب مفن طبعا المفن لو الكعكس فينجي ببحب اكل يوب i like to eat مفن السنة الرابع read order and write اقرأ رتب وقت what do you like to eat جب احن يقول كده مع بعض what do you like to eat i start school at 8 o'clock i start school انا ابدأ المدرسة at 8 clock الساعة 8 i have social studies on saturday انا i have تناول social studies دراسات او انا عندي دراسات اجتماعية on saturday في يوم السبت اوكي تعال هنا read and complete the text with the word from the box اقرأ واكمل النص بكلمات من البوكس عندي كلمة do يفعل و school مدرسة و finish uni i am mary i am french i start school at 8 o'clock in the morning we have writing a mess the german or english we have lunch from 12 45 to 2 o'clock we start school ولا finish school طبعا هنا we finish ننهي المدرسة الساعة 4 ومص يبا we finish school around 4 6 but we don't have school ما لنهيش مدرسة on wednesday السؤال السادس read and take صح or false خطأ i eat falafel for breakfast باكل falafel على الفطار طبعا هنا يا حضرات خطأ يبا نعلم ه كده خطأ this is my english t-shirt نعم العلم english طبعا صح look and answer انظر وجاوب على الاسئلة دي what do you have for breakfast ما تتناول على الفطار يبا اقول له مثلا i have full i have full بتناول الفول what class do you have at nine ايه الحصة اللي عندك الساعة تسعة يبا i have انا عندي german عشان هو كتب german اه انا عندي german لغة المانية at nine الساعة تسعة look and scramble and write يعني هنعمل عن scramble هنرتب حروف الكلمة عندي arabic اللغة العربية arabic arabic وعندي هنا mess رياضيات وعندي art رسم وعندي music الموسيقى سؤال الترقيم هنبدأ ب capital i وهنا full stop عشان ده جملة الدرس التالت هنا درس خاص بالفونيكس بالاسوات عندي لما يجي حرف الف معي حرف الف بيعملوا الصوت الف زي coffee coffee القهوة muffin muffin كعكة اسفنجية off off معناها مطفي او مكفول police officer police officer ضابط الشرط عندي برضو صوت l مع l بيعملوا صوت l زي كلمة tall tall طويل dollar 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 pill جرس bill اوكي عندي حرف الاس مع حرف الاس بيعمل صوت الس زي glass glass dress dress اوكي عندي هنا طبعا ده صورة فستان dress هنعمل كده نكتب double s دي muffin double f ونعلم كده دي طويل يبقى double l look and complete with هننظر ونكمل ب double f double l او double s اوكي my new dress is 30 dollars my mom likes to eat muffin with her coffee the police officer ring the pill read find sort يعني هنصنف كل كلمة تحت الصف بتاح يعني مثلا عندي كلمة dollar d فيها double l يبقى يعمل له هنا dollar وهنا dress عشان فيها double s وهنا police officer ضابط الشرطة police officer وهنا glass وهنا pull وهنا muffin بعد كده هنا عندي كوفي نتكامل مع بعضي حضرات خاص بال panctuation بعلامات الترقيم panctuation marks عندي capital letter and panctuation mark بيقول لي ان انا بستخدم النقطة دي full stop او بستخدم capital letter عفوا حرف الكبير امتى في بداية الجملة يعني i like muffin او مع اسماء الاشخاص والجنسيات واسماء الدول i am from france وخلى france capital f النقطة بستخدمها في نهاية الجملة i am from fresh وهنا حطينا النقطة question mark بستخدمها في نهاية السؤال where are you from وهنا حط question mark exclamation mark علامة التعجب بستخدمها عند التعبير عن شعور قوي الكومة بستخدمها عند قائمة كتابة قائمة مجموعة من الاشياء زي مثلا بحب شوكولاتة بيتسا يعني هنا اخد كومة اه وهنا كومة واخر واحدة ننزل مع بعض حضرات كده عندي هنا اعلم على الحرف عندي عشان اول جملة وعندي علشان لسفة جنسية وعندي وعندي هنا عشان دي مصر اسمي بلد عندي اول جملة وعندي كمان اسم بلد وعندي اسم شخص اكتب الفقرة الانشائية باستخدام علامة الترقيم هنكتب هنكتب يعني باستخدام علامة الترقيم انا طبعا عشان نأثر المشوار هنعلم على العلامات اللي المفروض تعدلها الاول عندي ماي لازم اسم شخص امريكان صفة جنسية كده حضرات وهنا الفول وهنا كمان نسينا هنا هنا في نقطة هنا في نقطة برضو هنكتب لأ طبعا دي نقطة عفوان اه عشان دي باقي الجملة ننزل مع بعض هنا عندي يعني هنعلم صح على الكلمة المفروض وكون فيها حرف وكمان نكتب الكلمة دي يعني مثلا عندي طبعا صح لازم نعمل كابتل سي عشان دي اسمي بلد يبقى تشاينة اسكول لا طبعا ما ينفعش بوك ما ينفعش برضو عشان ده مش اسمي بلد ولا اسم شخص كايرو القاهرة طبعا لازم خليها كابتل يبقى هنا كايرو حاوس ما ينفعش فرنش صفات جسية يبقى يخليها كابتل اف اسمي مكان يبقى نقول اسوان اوكي اقرأ وضع خط تحت الترقيم النهائي المناسب طبعا عنده سؤال يبقى نخل كوستشن مارك بحب اكل البيزة يبقى دي طبعا هنا عشان دي جملة هي تشعر بالحماس عشان هي بتعبر عن شعور قول تعال هنا عندي اكتب الصوت المفقود عندي هنا جرس موفين دولار درس انظر واكمل بحب اكل ايه طبعا عنده موفين يبقى هنا هنكتب له موفين زابط الشرطة رينجس زبل بيرن الجرس عندي ده صوت الا اقف معناها يغلق بالجرس دابل L جلس دابل اس كوفي كهوة بانكة ويزف الوينج سنتيس رقم الجمل القتيرة بتجيب هنا كان كابتل سي طبعا كان وليد سبيك فرنش ووليد وفرنش وهناك واس شمارك عشان هو هنا قرر ذكر أكثر من عنصر يبقى لازم نروبط كده ونحطه كما في النص الدرس الرابع والخامس المال في الدول الأخرى أو العملة في الدول الأخرى عندي كلمة عملة اسمها currency أو currency اللي تنصحها currency أو currency العملة currency دولار دولار جنيه بياسترز كروش يورو اليورو سنت السنت الأمريكي زي الإرش كده اسمه سنت يوان يوان جياو جياو دي عملة صينية سنت سنت فرنسي اسمه سنت ما هي عملتك ما هي عملتك في دولتي مصر إيجبت عملتنا عملة هي إجني 1 باونت الجني الواحد is 100 بياستر مائة كرش في دولتي فرنسا في دولتي فرنسا في دولتي فرنسا عملتنا اليورو في دولتي الصين عملتنا هي اليوان 1 يوان is 10 جياو اليوان الواحد عشرة جياو في دولتي أمريكا عملتنا هي دولار 1 دولار is 100 والدولار 100 سنت تعال هنا جمع النقود مفوط طبعا اللي احنا نجمع مع بعض في النقود دي اهو شوف انت هتجمع العملة دي ازاي مسلا عندي وان باون سري سيفنتي سري سيفنتي ايت يبقى دولة مسلا تمانية وسبعين تمانية وسبعين اوكي عندي هنا يبقى هنا تيضر وخمسين اللي اي اللي اي يعني جينيه مصر هي اصلا اللي اي دي اختصر الكلمة بالفرنساء واسمها يعني جينيه مصر اكرا وتعلم مجموعتنا اختارت اختارت يعني عملة اليابان هي اليابان عالم ابيض بدائرة حمراء انزا مدير في المنتصف ودي خريطة اليابان زا جابانيز like to eat سوش ازا اليابان بيحب يأكلوا السوش and noodles ويه الشعرين يبقى هنا عندي سؤالين هم زا ماني على الدرس الرابع والخامس ما هي عملة الصين عملتها هي اليوان سؤال التاني اكرا واختر اليقابة الصحيح في عملة ايه هو الدولار طبعا ندف امريكا بنعلم على امريكا في فرنسا في فرنسا العملة اللي هي ايه اللي هي اليورو هنا نعلم على يورو في مصر زا ماني العملة بتاعة مصر ايه جني وان دولار الدولار واحد كم سنت قلنا يبقى هنقول هنا وان هندر سنت انظر وضع دائرة ده طبعا هو اليورو ولا اليوان ايه مش عارف انا ايه ده صورة ايه ارجع كده نشوفها مع بعض اهو هنا ده يبقى ده ايه السنت يبقى نرجع هنا كده ونقول له ان ده السنت اوكي اوكي وده الباوند طبعا ده بتاعنا وهنا دولة عدتهم كام اه سيرتي فايف باوند خمسة خمسة وثلاثين جنيه باست فايف باوند ودولا اسموهم 10 دولار 10 دولار read order and write اقرأ وراتب what's your money ما هي عملتك what is your money our money is a pound العملتنا هي الجنية يبقى our money is the pound سؤال الثالث one euro اليرو الواحد is one hundred cents نكمع بعض عندي سؤال التوصيل هنا what's your money ما هي عملتك our money is a pound عملتنا هي الجنية ايجيبت is مصر تكون euros our money américa i am from américa what's your money what's your money هي ايجيبت ايه دي مصر تكون ايه ولا اي ام طبعا هنا تقريبا في خطأ في السؤال نكمع بعض حضرات عندي هنا look and write sentence انظر واكتب جملة على كل صورة يبقى نقول مثلا ممكن نقول this is يبقى هنا ممكن نكتب the money of france عملت فرنسا is the euro وهنا the money of china is the yuan سؤال السابع read and compose the text عندي pound جني dollar dollar money الفلوس different countries have different money الدول المختلفة لها عملة مختلفة I live in ايجيبت انا عيش في مصر in my country في دولتي our is a pound our money عملت نه هي الباون one pound جنيه الواحد is بساوي 100 piastres 100 كرش هنا هنكتب الكلمة the dollar يعني dollar وهنا pound أو a pound جنيه وهنا 50 piastres 50 كرش ترقيم one one is 10 here وهنا الفرسط هنا عندي test your skills اختبر مهارتك دعلا كده نشوف my name is mary اسمي mary i am from france and i'm france for breakfast على الفطار i have hot chocolate and french bread mary is from mary من france من فرنسا what does she have for breakfast بتاكل لي على الفطار hot chocolate and fresh bread يعني اكتب ديها مشروب شوكولاتة ساخن و french bread خبز صيني اوكي عندي هنا يوزي خاص بالكتابة كوم بترتيب الكلمات read order and write اوكي هنقول مسلا i start school at eight ببدأ المدرسة الساعة i انا start school ابدأ المدرسة at eight o'clock الساعة تمانية بالضبط السؤال الثاني i have writing and mess عندي كتابة وحساب يبقى i have writing عندي كتابة and mess وحساب السؤال بعد كده i do i do homework at six o'clock i do my homework بعمل واجبي at six الساعة ست خطوة على الجزء الثاني هنا خطوة دانية read and complete اقرأ واكمل i school at eight o'clock i start ابدأ المدرسة الساعة تمانية i have writing انا عندي كتابة i do my homework at six بعمل واجبي الساعة ستة خطوة تالتة كن بكتابة فكرة انشائية write a paragraph of series ستة هكتب تالت جمل عن your school مدرستك تبقى اقول مثلا i am ali i am from egypt انا من مصر i start school ببدأ المدرسة at eight o'clock الساعة تمانية in the morning في الصباح in the morning في الصباح i have اندي science علوم and mess ok تعال عندي ذينا تعمرينا على unit seven listen and write is a missing letter اندي كلمة muffin double f dollar double l glass double s please officer double f fill in the gaps do you have for breakfast you know what do you have for breakfast for breakfast i have french bread but now i will the ceiling read and complete the text with the word from the books i am reem i am from egypt i start school ببدأ المدرسة at eight ساعة لمانية i finish school at 33 our money is a pound i am from france and i am in france i am from france السؤال الترتيب i eat full for breakfast i eat full بأكل full for breakfast على الافطار we finish نحن ننهي school المدرسة in the afternoon noon في وقت الزهر you can write هنا عندي full tea شي milk لبن house منزل هنا عندي سؤال choose اخترات i my homework after school طبعا i do my homework بعمل wgb بحين do where are you from من اين انت i am from france i have piano lessons and duros piano at school she is from china she is chinese we school at around 4 30 we finish school i am from i am egyptian i am from egypt ana من mص ana mص in france is في فرنسا العملة هي الا euro هنا هنكتب قملة نقول مثلا i am from egypt ana من mصr i am from egypt او i am egyptian okay هنا من نكتب for breakfast على الفطور i have بتناول noodles okay سؤال توصيل read i am from france ana من france i am french ana francy by number one i have muffins بتناول muffins muffin for breakfast على الفطار number two he starts school بيبدأ المدرسة at eight o'clock ساعة تمانية number three where are you from من اين انت the number four سؤال الترقيم i am egyptian انا مصري هنا ثلاثة علاماتهم كده حضرات خلصت معك الوحدة سبعة من كتاب المعاصر بالصف السالس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته